بسم الله الرحمن الرحيم أعزاء الطلاب نبدأ إن شاء الله مع بعض الجزء السابع من الفصل الثاني لمكرر نظم التشغيل وفي الجزء ده يا جماعة هنتكلم على موضوع مهم بالنسبة لنظام التشغيل اللي هو مين؟ اللي هو الكيرنل يعني إيه كيرنل؟ كيرنل مقصود بيه؟ القلب قلب نظام التشغيل تعالي نشوف يعني إيه الكلام ده بيقول إيه؟ واتزا كيرنل إيه هو الكيرنل؟ سؤال مهم جدا لازم نفهمه يقولك الكيرنل ده عبارة عن إيه؟ إحنا اتفقنا مع بعض حاجة زي القلب الكورب بتاعه قلبه مش كده؟ بس يخلي بالك بقى عشان تحدد قلب مكان معين أو الكورب بتاع حاجة معينة لازم يكون التانية برضو محدد يعني ما أقول قلب نظام التشغيل لازم يكون نظام التشغيل برضو معروف مش كده؟ تمام؟ لكن لازم يقول كلمة في الأول مهمة جدا The boundaries of an operating system يلاقي حدود أو الإطارات حدود أو الإطار للنظام التشغيل أرفضي فاضي يعني عشوائي مجهول ما نقدرش نحدده معين؟ آه إذن في الحالة دي لازم نحدد بالظبط إيه هو كيرنل ده بالظبط بقى مش كده؟ آه بيقول The kernel is the essential core of the operating system زي ما احنا اتفقنا يعني بنقول إن الكيرنل هو أهم جزء وأهم شيء فين في نظام التشغيل طب تفتكر يا جماعة من الأجزاء اللي احنا خدناها قبل كده الكيرنل دوت اللي هو الجزء المهم في نظام التشغيل يكون فين بالظبط بيقول لك أكيد ممكن نلاقيه جزء منه في المموري مش كده؟ وأكيد مدام هو القلب أنت عارف إن قلب الإنسان هو دايما شغال على طول ما بيبطلش صح؟ جميل إذن طالما هو فين؟ ها؟ قلب اللي نظام التشغيل أكيد هنلاقيه في المموري وبيتنفذ ودايما ready to execute وعمال يتنفذ على طول or time في كل وقت مش كده؟ طب نقرأ كلام ده مع بعض بيقول إيه؟ consistence of those parts يتكون من هذه الأجزاء that must be in memory اللي لازم تكون موجودة في الزاكرة مش كده؟ ready to execute وجهز للتنفيذ at all times في أي وقت في كل الأوقات مش كده؟ جميل طير يا جماعة طب ما دام إحنا قلنا دلوقتي مع بعض إن هو لازم يكون موجود في الزاكرة تفتكر ليه يعني؟ ليه لازم يكون موجود في الزاكرة؟ أجزاء مهمة لازم تكون موجودة في الزاكرة ليه؟ أكيد عشان أيه صحي كده يجدول الprocess مظبوط ولو فيه أي أي قطع أو أي انترابط يقدر يهندله يقدر يتحكم فيه مش كده يا جماعة وهناخد مع بعض فيما بعد إنه هو هيتحكم في حاجة اسمها البيج فوت أخطاء الصفحة وكمان في أنظمة الزاكرة الافتراضية طب نقول الكلام ده مع بعض بيقول أه scheduling process to execute أيه صحي كده يعني بيجدول العمليات حتى يتم تنفذة ويقدر يعمل handling لمين؟ للانترابط للمين؟ لأي قطع يحصل from a device وإيه كمان يا جماعة ورياكتينج to a pitchfault ويقدر يعمل رد فعل لل pitchfault يقدر يصححه وكمان لمين؟ للفيرش والميمورو سيستم لأنظمة الميمورو الافتراضية طبعا إن شاء الله يا شباب إن شاء الله موضوع ال pitchfault ده هناخده بالتبصيل إن شاء الله لما نجي نتكلم مع الجباشر الميمورو جميل طيب وإيه كمان بس يقول لك خلي بالك بقى وإحنا بنتكلم أحب العملي نقول برامج برامج بس يخلي بالك في نوعين من البرامج ممكن نصنف البرامج على إنها system programs برامج أنظمة وبرامج تطبيقات وapplication programs برامج النظام اللي هو إيه؟ برامج النظام اللي هي على سبيل المثال اللي هي إحنا قلنا system calls user interface to system calls واجهة للsystem calls وكمان إيه؟ programs البرامج اللي إيه؟ ال directory management اللي تحكم في مثلا على سبيل المثال الفهارس مش كده؟ وهكذا وهكذا يعني إيه؟ يعني برامج تتبع نظام التشغيل يعني تؤثر على شغله وإيه؟ ولها دور في شغله جميل؟ دي اسمها إيه؟ برامج النظام طيب برامج تطبيقات بقى اللي إحنا إحنا كاليوزر بنستخدمها provide user آآ يعني بتدل يوزر وجهة أو توله أو أداة عشان يشتغل مع الحاسب زي أجمع زي الورد وورد وبرسسر اللي هي الأوفيس اللي برامج الأوفيس كلها وورد وبرسسر spreadsheets اللي هي الأكسل شيتس يعني وشكده؟ والجرافيكس editor وإيه؟ والبرامج الأدوتر الزريفة دي بتاعت الجرافيكس كل دي بيسمها applications program يبقى إحنا كده فرق ما بيني يعني إيه كلمة system programs ويعني إيه applications programs طب يا جماعة نشوف مع بعض structure بتاعه يعني ناخد simple structure operating system structure simple بتاعه الشيء البسيط بتاعه هو إيه؟ بيقول ما تنسوش إن operating system لما جيه تكون كان بسيط جدا و simple وبدأ إمتى؟ بدأ مع MS Microsoft DOS وكان small كان صغير وسيمبل وبسيط و limited design يعني الديزاين بتاعه إيه؟ بسيط جدا وكان في قوائل الثمانيات يا جماعة على PC's وإيه كمان؟ وكان له limited memory يعني إيه؟ ذاكرة بسيطة محددة وتقدرت إيه ها؟ supporting hardware وإيه ها؟ بدعم hardware وإيه كمان يا جماعة؟ وكانت حاجات بسيطة وسهلة وإيه ها؟ ومش مستهلة أي تعقيد ده إمتى الكلام ده؟ في الثمانيات طبعا سنة الثمانين وبدأنا بمين؟ بالمايكروسوفت ها؟ نضص وإيه كمان؟ بعد كده يا جماعة بدأ يتطور وظهر نظام اليونيكس ونظام اليونيكس بدأ إيه؟ يظهر وبدأ بقى إيه؟ الفانكشن بتاعته تكبر وبدأ يظهر ما يسمى بقى بالكيرنل القلب اللي إحنا بنتكلم عنه لوقتي والSystem Programs اللي إحنا لسه إلينا حالا اللي هي برامج النظام اللي بقى تقدر تدي خدمات لي مين يا جماعة؟ للCPU والميموري ومين ها؟ وكل وظيف مين؟ الـ Operating System زي ما إحنا شايفين كده؟ بقولك اللي يقدر بقى Provides the File System وإيه ها؟ والCPU و Scheduling بيقدر يديك CPU Scheduling وميموري management وإيه؟ وإدارة للذاكر and the Other Operating System Functions زي ما إنتو شايفين في شكل قدامنا ده شباب اه ايوه لو إحنا بنتكلم عن High Level Languages اللي هي الـ Applications Program ده بيعازي يفرق لك يعني إيه Applications Program ويعني إيه System Program لو قلنا إن الـ Application Program ده الـ Program اللي هي بيستخدمها الـ User المستخدم تمام؟ بعد كده بنلاقي في الميموري Resident System Program يعني برامج مقيمة مش كده؟ آه ليه؟ النظام والمقصود ده هي البرامج اللي هي الموجودة في الميموري واللي تتحكم فين؟ في الأجزاء الأساسية والشغل الأساسي للنظام التشغيل زيني زين ما اتفقنا مع بعض جدوالة الـ CPU مش كده جدوالة الزاكرة و System Calls كل دوت الكلام ده بيتصل بمين بقى؟ بيتصل مع بيين ها؟ بالMicrosoft DOS Device Drivers أو مشغلات أجهزة Microsoft DOS وبعد كده بيتصل بمين يا جماعة؟ بيتصل بالأقل منه في الليفل اللي هو ROM BIOS Device Drivers عايزة أقول لك إنك إنت لو بصيت للشكل ده من فوق إلى أسفل كده زي ما أنت شايف هتلاقيه؟ بنتكلم لغة عالية مش كده؟ أو لغة اليوزر بيستخدمها فوق حتى المكونات الأساسية للجهاز من جوه عند الروم بايوس ومين حلقة الواصل ما بين الاتنين؟ زي ما أنت شايف Resident System Program أو برامج السيستم للنظام معا يا جماعة؟ تمام؟ يبقى احنا كلمنا على Simple Architecture لنظام التشغيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته